استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على همية الاجتماعات التي تفتح المجال لبحث القضايا العربية والإسلامية ووضع الحلول الناجعة للتعامل مع التطورات الاقتصادية والأمنية التي تهدد التنمية والاستقرار في المنطقة مؤكدين سموهما حرص مملكة البحرين على دعم كافة الجهود الهادفة إلى محاصرة الفكر المتطرف الذي بات يشكل تحديا رئيسيا كونه الشريان الحيوي الذي يغذي الإرهاب وفي هذا الصدد فقد اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال صاحب السمو الملكي ولي العهنة بالقايد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء على أبرز الموضوعات التي ناقشتها القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي استضافتها مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا وما عكسه بيانها الختامي من حرص على السعي لتبني المبادرات والرؤى التي تعزز التضامن وتجعله متسقا مع حجم التحديات الماثلة أمام الأمة الإسلامية وأشهد سموه بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي ولي العهنة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال القمة الإسلامية وما تضمنته من تشخيص دقيق للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وكيفية اتخاذ التضامن كوسيلة للتصدي لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر